اهلا بكم في فيديو جديد على قناة عالم عمر احنا النهاردة هنتكلم على المراجعة بتاعت فيلم سبايدر من ويهو من غير اي حرق ما تقلوهش انا رس طرع من الفيلم دلوقتي فاقول تسجلوا انا سخن كده الموضوع لجابة السريعة تخش الفيلم دا ولا اطبعا تخشه طبعا تخشه اوكي لانه فيلم حلو جدا 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 انا جاي اشكر في الفيلم مش حول حاجات سلبية فيه واكيد فيه حاجات بسيطة جدا سلبية لكن لا لا ما تخليش الحاجات دا اين كانت اين تخليش اي حد يتحك عليك ويقول لك فيلم دا وحش انت لازم تشوف الفيلم دا ولا نشوفه بسرعة لان الفيلم دا هيتحرق لك لازم يعني لو متحرق لكش عن طريق مخنكين اللي بيتكلموا على الفيسبوك وعالانستجرام والسوشيال ميديا بيقولوا حصل كذا وحصل مش حول لك طبعا حصلي مش عامل زيه هيتحرق لك عن طريق الميمز في ميمز كتير جدا هتتعمل على الفيلم دا فلا لازم تخش الفيلم دا بسرعة ولازم تشوفه في السينما ما يتشافش يعني بلوري او تستنى لما ينزل على الانترنت او كده لا دا يتشاف في السينما دا كده وهنا انا عارف ان في البداية هتلاقي فيه ناس كتيرة دخلة وانا هنا مش بتنمر بس اللي هو اندر ايج وبيهياصوا وبيتكلموا هذا جزء من متعة الفيلم الممراضي المشاركة الجماعية دا فيلم لازم تشوفه مع الناس هتتبصب بيه سواء كانت صغير في السن او كبير في السن فلم الكل الأعمار، فلم فيه يعني جنرز مختلفة من الأفلام يعني فيه درامة فيه اكشن، فيه حاجات تانية بسم شها اي زحرق ستتحكس عايات، ستتحمس في اوقات تانية كتير لازم اقول عيوب يعني ما نتخدش ان الناس مهتمة تعرف عيوب الفيلم يعني اذا كان فيه عيوب فلا برضو مش حاولي العيوب انا شايف ان ده من الافلام اللي هي مش لازم تطلع منها بدرس قوي لا يعني ده مش فيلم واسكر يعني يا جماعة ده فيلم طرفيه وده احد اهداف السينما عموما ان ده فيلم entertainment purpose ده الهدف بتاعه وده بينجح فيه كم في المية يعني عشان ما بقاش ببالغ اقول مية في المية هقول 99.999% فيلم مبهج يغير مودك يبسطك زي ما قلت لو انت فان قديم لسبايدر مان او لسه فان جديد كده كده حتتبسط مش عايز احرق لك حاجة الحق شوفو لو دي اول مرة ليكسوري على القناة لسهاش تعمل سابسكراب للقناة لايك شاري الفيديو هستانا كومنتاب بتاعيكو كالعادة شوفكو على خير